السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عهود الجريد اليوم بتكلم معاكم عن الجذب والتناغم فيه أحيانا يصدف أن ناس كثير يتكلمون عن موضوع واحد أغلب الوقت وخصوصا في لوقات الحديثة وصلت لنا مجموعة من العلوم والأماكن مختلفة في العالم وهذه العلوم تتكلم في الشيء كثيرا في النفس الإنسانية في الحياة حاجات كثيرة فخلونا ندخل الحين في موضوع الجذب والتناغم لأنه تجيني أسئلة كثيرة وخصوصا في الجلسات الخاصة اللي أقدمها يعني أنا تجيني الحمد لله الأسئلة وأحاول أشرحها دائما للي يأخذون جلسات معي لكن ممكن من ناقرأ أشرحها لايف لكن هذه المرة أخذت على العاد تتقيني أنا أبغى أشرحها لكم عشان توصل وهذه زي ما تقولون رسالة مني عشان تفهموا شو حصل بالضبط سمعتوا يمكن على شيء اسم قانون الجذب وفيه كتب كثيرة موجودة في المكتبات بالموضوع هذا فيه كورسات تقدم بإسم إجذب ما تريد حقق الحياة التي تريدها قانون الجذب كيف يعمل أشياء كثيرة تتكلم عن قانون الجذب وكيف أن الإنسان بمجرد أنه يختار شيء هو يبغى الشيء هذا يكون مادي سواء بيت أو سيارة أو أيا كان يقعد يعمل بعض التمارين الموجودة في هذا الكتاب أو هذا الكورس ويطبقها وعلى ضوءها تمام يحصل أن هذا الشيء يجليل عنده أنا ما أغلط هذا الكلام ولا أقول أنه في مشكلة أو لشيء أنا أشرح لكم فقط وجهات نظر مختلفة ولكم أنتو الحرية في أنكم أنتو تختارون اللي تبغونه والأنسب لكم بالنسبة للأشياء التي طلعت فيها في حياتي كلها في الموضوع هذا لقيت عدة نظريات وعدة ناس يتكلمون في الموضوع هذا من ضمنها وش تقول؟ طبعاً في البداية أنا حب قول ما أبدأ أي موضوع أتكلم فيه لازم أعرفه فقانون الجذب هذا إحدى القوانين التي وضعت أيام الدولة الإغريقية الدولة الإغريقية هذا حاجة من ألف السينيين موجودة كانوا عندهم قوانين في الدولة حقتهم وكانوا يصيغون من ضمن هذه الأشياء وفي عندهم فلاسفة قدمة من ضمنه أرستو أفلاطون وواواوا ضمن القوانين هذه كانت موجودة كانت ضمنها قانون الجذب تمام؟ وصلنا عرفنا شو القصة الحين؟ ندخل في القصة طبق قانون الجذب لما تم تطبيقة من عدة ناس في ناس أخذوا شيء من الحضارة الهندية وهو عن طريق التأملات أو التأملات التصورية يعني وهذه في الثقافة الهندية وكمان كانت موجودة عند الفراعنة يعني عند الفراعنة وعند الهند صارت إحنا عندنا مصدرين تمام؟ أو ثلاث مصادر الغريق، الهند والفراعنة أوكي؟ والثلاثة كلهم حضارات قديمة تدور حول هذا موضوع طيب، لحين في العصر الحديث في علماء أعصاب قاعدين في المختبرات يختبرون على الناس ويضبطون من هنا ومن هنا ويشوفون الذبذبات هذه تعلى والذبذبات هذه تقل والكهرباء هنا تشتغل والكهرباء هنا توقف عشان يعرفون هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح، تمام؟ وصلنا؟ فالكلام هذا لما تم اختباره لقوا فيه أشياء تحصل للإنسان في دماغه وتتعمل أشياء معينة الإشارات هذه زي ما تقول تساعده أنه يزيد تركيزه في اتجاه معين يعني مثلاً أن بعض الأشياء تزيد تركيز الإنسان ناحشين، فمثلاً إنسان لما يكون نفسه في سيارة معينة أو يؤقتنى سيارة جديدة لما يظهر الشارع يشوف سيارات كثيرة نفس النوع لأنه خاص تركيزه أصبح شديد عليه وهذا طبعاً أدمغتنا للإله خالقها سبحانه وتعالى طيب الآن بتقولون لي ليش فتحت يا عهود اليوم موضوع قانون الجذب لأنه هناك ناس كثير يجون في الجلسات يقولون يا عهود جربنا قانون الجذب، جربنا قانون الجذب لكن ما مش الحال، إحنا عملنا التأملات وعملنا أطلاق النية وحطينا لون أخضر هنا وحطينا لون عرف إيه وما ميشي الموضوع وش القصة؟ أولنا يمشي وما يضغط خلونا أحكي لكم القصة من الآخر يا جماعة لأن من زمان أنا أعلنت لكم أن أقدم هذا اللايف وستأخرنا بسبب أني كانت فيدي جلسات كثيرة فما قدرت أقدمها وإن شاء الله اليوم هو اليوم المناسب أني أنا أعلمكم التفاصيل حقتها قانون الجذب زيما حكينا حكينا عنا من ناحية تاريخية حقتها وحكينا من وين جاء وهذا لكن هناك نقطة جدة مهمة لازم تعرفونها أنتو عشان تعيشون الحياة التي تبغونها وتحقوا قولوا أنتو تبغونها لابد تعرفون شيء اسمه التفويض تمام يا جماعة التفويض التفويض أنك عندما تكون عندك مؤسسة أو عندك عيال رجل متتزوج من امرأة ومفوض زوجته أنها تأخذ بالها من عيال ذول تأكلهم وتشربهم وتذاكرهم فهو فوضها في هذه المهمة فهو صار بعيد لكن هذه الحياة حقتها العيال حقونا تعنيله مدير في مؤسسة المؤسسة هذه حقتها ملكة لكن فوض شخص ما يدير لهذه المؤسسة أو جاب شركة ثانية من الخارج تدير لهذه المؤسسة فالشركة هذه قاعدة تشتغل على الموضوع وتضبط على الموضوع كله هو قاعد يشوف الشغل يمشي كما هو يبغى لكن هذه الشركة أحيانا تشوف أن هذا الشغل لا يمشي في هذه الطريقة فهو يجب أن يتم تغيير استراتيجيات معينة في المؤسسة لكي تضبط أو الأم شاهدت أن العيال لا يترموها في هذه الطريقة فهو تغير بعض الأشياء مثلا ما ترجع لزوجها بكل صغيرة كبيرة يتغير حسب ما تطلبوا حسب ما يستدعي الأمر مثلا حصل موضوع في البيت طارة فهو موضوع التفويض أن الإنسان يفوض جهة أو شخص آخر للقيام بمهام بحيث أنها ترجع عليها بالنفع تمام؟ وهذا التفويض يكون عادة يكون جزئية يكون كامل في الأشياء الدنيوية تمام؟ لكن إحنا عندنا وأنا كوني مسلمة الحمد لله عندنا شيء مهم جدا إحنا نفوض الله يتولى جميع أمورنا فإحنا نفوض أنفسنا وأمورنا لله سبحانه وتعالى هو اللي تكفلها بالكامل فأمرنا بالكامل بيد الله سبحانه وتعالى إحنا كلنا على نوشه وإحنا طلبنا من الله يا رب ربي إني أبغى كذا ربي أنا أبغى كذا ربي أبغى كذا ربي نفسي في كذا ربي كذا إحنا نطلبك شيء حتى يعني أسألوا حواجيكم حتى الملح يعني حتى الملح مفوتوا يسألوا فيه فأبي عياري يكونوا طيبين أبي هاري يكونوا زينين أبي بيت أبي حياة كريمة أبي الستر أبي العافية أبي الصحة أنا أسأل ربي يعني يعطيني الشيء لهذا اللي أنا طابت منك تمام؟ وإن كلي رجاء أن ربي يحقق لي شيء لكن أمري أنا فوضت المين لله عز وجل تمام؟ فوضت كيف؟ فوضت بالسؤال أنا فوضت بالسؤال أنا سألت أنا سألت كل اللي سويت أنا سألت سألت مين؟ سألت المولى عز وجل تمام؟ فأنا لما سألت وش حصل؟ أوكي؟ ربي أدرا بحالي فإما يعطيني الشيء اللي أنا طلبته أو أنه يشوف لي الشيء اللي هو يشوف أنه أنسب لي لأن أنا كذا كذا سألت وهو ربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرم فهيديك حيديك لكن الأمر الأمر عنده مختلف عن عن عندي أنا يمكن أن أشوف بنظرة الدنيوي القاسية قاسرة لكن ربي يشوفها بالشمولية الكونية التي لا نعرفها فيشوف أن هذا الأمر ممكن أن يسبب لي ضرر على خمسة سنة قادمة أو خلال سنة جاء أو يمكن أن يملك لي تلف صحتي أو تلف مالي أو تلف عيالي أو تلف أفا فربي سبحاني هذا الموضوع فحول لي الموضوع فهي ناس تسخط تقول لا أنا طلبت وأنا عملت الجذب لكن الجذب ما جاء طبعا أنت طلبت مين في الجذب؟ طلبت ربك؟ إذا اترمي لك إذا طلبت ربك عز وجل طلبت المولى عز وجل وربك لا تصل على شيء مثل ما تريد وبدأت أنت تسخط أن لماذا ربي لك لماذا هذا سخط بعد أن الإسان هنا يكون قلب على نفسه بطريقة مرة سية لأن الذي استعان بشيء ثاني ليس كويسا لكن أنت تسخط لكن عندما تسخط هذا مشكلة ولم تجد التوفيق إذا الله خلقك وأن تسخط على خلقك هذا مشكلة فأنت اسأل ربك ربي كذا ربي كذا أطلب من المولى عز وجل ما شئت والله فاتح لك أبوه بالسماء تطلب ما شئت ما شئت يعني اللي أنت تبغاه اللي تبغاه كل اللي تبغاه تبي الصحة تبي الستر تبي العيال تبي الزواج تبي المال تبي البركة أي شيء تبغاه إن شاء الله لو تبي عشرة مليون طلبها لو تبي ملح في البيت لو تبي سكر كشي أطلبها أبوه بالسماء مفتوحة لك وربك استجيب 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 يا أكرم الأكرمي لكن زي ما قلنا هذا الشيء أنت فوضت أمرك الله بالسؤال أنا فوضت أمره إلى الله بالسؤال هذا أنا طلبته وديت الرب بإنه إذا الموضوع كويس لي خلاص يعني الله يعطني وإذا ما كويس فالحمد لله حصلت عليه والحمد لله ذي ما حصلت عليه في الحالتين أنا حامد وشاكر تمام؟ خلاصنا موضوع التفويض خلونا نتكلم موضوع ثاني في علماء في علماء أجانب يعني مش مسلمين إحنا الحين تكلمنا من وجهة نظر إسلامية خلونا نتكلم من وجهة نظر ما هي إسلامية تمام؟ في علماء منهم دكتور غري دوغلس غري دوغلس ومعاها دكتور ثاني اسمها اسمها درين هير أتوقع غري دوغلس ودرين هير المهم هم الثنين اشتغلوا على شيء اسمها مسارات الوعي أوكي اللي هي الأكسس بار حلو اشتغلوا عليها فكانوا يدرسون الأشياء اللي في الدماغ كيف تمشيوا ففي نقاط موجودة في الدماغ يتم الضغط عليها بطريقة معينة يصير الإنسان هذه المسارات تشتغل بطريقة جيدة بحيث أن الإنسان يشعر باسترخاء يمام أمور في حياته تتحقق أو الأخير إلى آخر حلو؟ فعندكم بس موضوع الحسيات والكلفونزة والهذا فنحتاج مناديل فهذه العلماء عملوا دراسات من هنا إلى هناك يعني مو دراسة ولا دراسية من هنا إلى هناك الجماعة قاعدة في المختبرات ومعهم بني أهدمين قاعدين وأجهزة وحطين هنا وهنا وهنا ومهم خلين ومضبطين بس عشان يطلعون للذبذبات اللي في مخ الإنسان واللي في جسمه اللي في عقله كويس وصلوا لشي اسمه الأسئلة الأسئلة اللي أنت تسألها على ضوءها على ضوءها لأن الحمدلله طيبة لكنها مجرد حق أني يعني كذا يعني المهم وصلوا أنه في أسئلة الأسئلة هذه وش تقول أنك أنت لما تسأل بدون ما تتوقع الإجابة ها؟ الموضوع يضبط معك مرة ثانية لما تسأل بدون توقع الإجابة يعني بدون ما تحط أنه أنا مثلا أبي سيارة وأتوقع أن السيارة هذه شكلها كذا موديلها كذا وطريقتها كذا وحط وقعات وأنه بتجيني في الساعة فلانية وأنه حط وقعات وباني وتصورات وعامل استراتيجية ومخه وتفكير وعامل من إلا في الموضوع لا أنت حط السؤال واترك السؤال عملت عملت شيء اسمه التفويق أنت سألت الحين وعملت شيء اسمه التفويق تمام؟ هذا نعمل كمسلمين لما نسأل الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل أن نحن نفوض له نعطيه السؤال ونشوف الإجابة ننتظر الإجابة أوكي؟ فهذا التفويق أوكي يعمل عملية اسمها التمكين كيف؟ أن الموضوع يضبط أوكي؟ لكن إذا أنت حطيت إجابة مثلا أنا بسيارة تقوم تقول كيف تجي السيارة؟ من يجيب لي هذه السيارة؟ ومن عنده فلوس الحين يقدر يوفر لي قيمة السيارة؟ طب السيارة هذي بتجي بتجي من أي معرض المعرض لي في الشارع فلان أو في مكان فاني؟ طب هذه السيارة من قادر نسوقها؟ وتبدأ تحط أسئلة خاصة حين تطلبت وبدأت تحط تساؤلات 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 عملت أيش؟ عملت عدم تمكين يعني زي اللي يطلب الله سبحانه وتعالى الشيء مثلا تقول إيش يعني يا رب مثلا أنا أبغى تزوج أوك وحدة تبيت تزوج يا رب أب يتزوج أب يتزوج أب يتزوج أب يتزوج قاعد يطلب الله في الصلاة ويدعوه بكل صلاة إنا بيتزوج ربي سبحانك ربي رزقنا زواج صالحين الأخير بدي يقول طب كيف بيتزوج؟ إذا أنا أهالي أصلا ما عندهم يسوي العرس طب مين بيأخذنا لأننا إحنا كذا؟ تعرفون حكاية أنا من وين وين فين طب مين بيطلب وجهه لأنني مثلا مو بحلوة؟ أو هو يقول مثلا مين يبغانه وأنا مو متوظف؟ خلاص حط الإجابات حط إيش؟ حط الإجابات طالما حط الإجابات إذا ما فيه تمكين ما فيه تمكين إذا ما حيحصل ما حتصير فيه استجابة ما حتبط الموضوع لماذا؟ لأنك أنت حطيت شيء وحطيت سببها أنت مالك شغل أنت اسأل ومالك شغل اسأل المولى عز وجل ومالك شغل فوض أمرك الله ومالك شغل هذا هو الأساس فأي إنسان بيستخدم قانون الجذب لازم يعرف شيء واحد أنت إذا تريد تجذب أول حاجة لازم تكون في حالة حياد حياد يعني ما تكون متعلق بالشيء اثنين تكون في حالة أنك أنت تسأل بدون ما تحط إجابات كيف أتزوج وانا ماني بحلوة كيف أتزوج وانا ماني بن حيفا كيف أتزوج طب ماذا تخلك؟ ماذا تخلك؟ أنت تسأل المولى وما لك شغل طب كيف أتوظف أنا ما عندي شهادة؟ طب كيف يعينوني أساساً أنا ما أعرف إنجليز ولا أعرف كمبيوتر؟ أنت تطلب المولى واسعي وخذي بالأسباب وربي بيسهلك أو بيسهلك أنت 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 الحين أشتغل على الشيء أطلب المولى وخذ بالأسباب والباقي مبشغلك لكن تقعد تقول وكيف ما يبوني ويبوني وتحلل خلاص كذا ضيعت موضوع التمكين صار عندك لا تمكين إذا ما حينما يتم الموضوع وتجون بعدين تقولوا لي قانون الجذب ما يضبط له يضبط يضبط لمين للمؤمنين؟ للمؤمنين أو أشي المؤمنين ثانياً للمتأكدين وعندهم يقيم أن الإجابة بالتم وإذا ما تتمت فهل صالحهم إذا رفع حالة رضا تمت أو ما تمت في حالة رضا تمت أو ما تمت هل أنتم معي؟ ليس بعد الشيء الثالث الموضوع هذا ليس ديني هذا من قوانين الأرض هذه من قوانين الأرض ومن الأسباب التي يجب أن نتخذها نحن ندعي الله سبحانه وتعالى ونتخذ الأسباب الأرضية ونشغل على الموضوع أنا مثلاً أريد أن أتزوج أدعو الله سبحانه وليل لكن أتحسر أبكي هذا عيارة لا، أنت تتزوجين أعملي تمرير رياضية لجسمك يكون جسمك لاق ومستعدة تكوني في حالة جهوزية للزواج بحيث لو تتزوجتي لا تتعقدين نفسياً وما تجيك مشكلة وتفتعلين المشاكل مع الرجال بحجة أن ما تبين معرف إيش وتبين معرف إيش أنت نفس الشيء تبين تشتغل تجهز ابدأ تعلم كمبيوتر ابدأ تعلم لغات حتى لو شيء بسيط تبدأ خمس دقائق باليوم هذه الخمس دقائق تتطور وتصبح ساعة أو ساعتين وتجد سلوب حياة وتصبح عادة عندك وبعد ذلك وتصبح صفة فخطوة خطوة نبدأ في حياتنا وبالشكل هذا أكون شرحت لكم موضوع الجذب دعونا نحكي في التناغم عشان نعرفوا ما الفرق بين الجذب والتناغم الجذب كما قلنا أنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للمسلمين غير المسلمين يستخدمونه سائل لهم يبغونها وتبدأ تشغل أهم حاجة تضع السؤال لا تضع تساؤلات ولا تشكيك تضع السؤال بيقين السؤال بيقين مهم جدا سواء كنت مسلم أو غير مسلم التناغم التناغم ما معنى؟ التناغم أنك تكون في حالة سرايان وتدفق مع الكون حالة السرايان وتدفق مع الكون تخليك على المدى الطويل تبدأ الأمور تحصل معك مدون ما تتعف فيها يتعب وينهج ويروح ويجي ويكلم ويقول لك أنا لازم أعمل علاقات كثيرة بحياتي عشان أوصل للترقيت حقتي أو لازم أحصل على ثروة كبيرة عشان أوصل للترقيت حقتي أو لازم يكون عندي أبناء كثيرة عشان أوصل أو لازم لا ما فيش هزم هذا كله إذا بدأت في حالة التناغم تبدأ الأمور تمشي معك بسرايان بسرايان وموضوع سرايان هذا إن شاء الله إذا الله قدرني والله يعيني إن شاء الله أنزله لكم في حالة التناغم فالتناغم مختلفة فالتناغم أنت تعيش بسرايان أي كانت طبيعتك هادي شعنون بسيط إنسان عايش رفاهية من العايش الإنسان أي كوضعك أنت عايش سرايان يعني اللي أنت فيه أنت معه تسبح تسبح بحرك أنت قاعد تسبح فيه أنت مش البحر جاي كده وانت كده تسطم فيه أنت مع البحر تمشي معه مثل السمكة في الموايا حتى نلاقي بالصين وفي شرق آسيا عموماً في الدوريسيا ريبالي وسرلانكا عندهم وتايلاند عندهم السمكتين شعار السمكتين اللي عام لك هذه السمكتين ترمز للسرايا والتدفق وهي رمز الثروة والوفرة فهم يرمزون لها بالأشياء هذه الرمزية عشان تشغل على العقل الباطن أوكي موضوع تناغم موضوع كبير جدا لازم أحكي فيه بتفاصيل أكثر حتى نترككم على الجذب إن شاء الله تستفيدوا من هذه المعلومة وتكون هذه المعلومة وصلتكم بشكل جيد دعونا نزلها الحين بوست في الإستجرام ونزلها في اليوتيوب وندخل بعد كذا إن شاء الله في لايفات أخرى نأخذ ندردش فيها مع بعض معاكم معهود الجريد ومع السلامة دعونا أكفل بك اه